اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فن الاتيكيت لحياتنا المعصرة مع حنان عواد وفي الحلقات دية بغوص معاكم في فن واصول التعامل الراقي والسلوك الاجتماعي المحبب الجميل علشان سوا نتعلم اصول التعامل وعلشان سوا نحاول ان احنا نطبق هذه الاصول النهاردة فكرت في الحوار وازاي نقدر نخلق حوار لطيف مع الاشخاص اللي بنقابلهم في حياتنا استراتيجية مهمة جدا جدا من استراتيجيات خلق حوار لطيف هو السؤال ان احنا نسأل بعض اسئلة وبالاسئلة دية بنخلق موضوعات نتجازب فيها اطراف الكلام انا هقول حاجة وانت تقول حاجة لكن السؤال لازم يكون باصول في اسئلة بدل ما هتخلق حوار لطيف بين الاشخاص هتخلق جو فيه تنشنة جو يتكهرب حتى لو ما قدش الموضوع السؤال لخناقة او لرد فعل مش لطيف هيسيب في اثر الشخص اللي احنا بنسأله احساس مش حلو فانا جمعت كده بعض الموضوعات اللي ما يصحش ان احنا نسأل فيها ناس الا اذا كانت درجة قربنا منهم كبيرة قوي 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 واللي تدينا الحق ان احنا نسألهم هذه الاسئلة السؤال الاولاني عن السن سواء للصغيرين او للكبار واحنا اطفال صغيرين كان ده سؤال لطيف جدا جدا بنتسأله عندك كم سنة يا حبيبي تلات سنين خمس سنين سؤال لطيف حلو لما بنكبر شوية ممكن بعض الاشخاص موضوع السن ده يحرجهم ويدايقهم ليه بقى لانه حاجة من اتنين يا انا حاسس نفسي صغير قوي عن الحياة اللي انا فيها او او نفسي اكبر بسرعة او خايف ان الناس تحس ان انا عيل او عيلة صغيرة فلما اسأل حد على سنه ويبقى عنده هذا الاحساس من سنه رغم ان هو صغير في السن ممكن يبداي كمان موضوع السن ده كمان موضوع نسبي يعني ممكن ما يشكلش مشكلة لبعض الاشخاص ويشكل مشكلة لاشخاص اخرين طبعا بالنسبة لستتات وعلى فكرة للرجالة كمان بعد ما بيعدوا سن معين والسن ده بيختلف من شخص لشخص بيبتدي السن يبقى جاي معاه حسيس نيجاتف شوية او انا جبارت في السن انا ابتديت ابقى عجوزة او انا شايف الشعر الابيض اه وده حاجة لاحظتها حتى في الرجالة اللي احنا بنقول ان السن مش هميمهم لا انا قابلت رجالة كتار يبتدي يشير للصطلع او يبتدي يشير لشعره الابيض او لما اقول لحد السن مش باين عليك انت بتقولي ايه ده انا شايفة وشايف 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 وعندي 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 فموضوع السن من الموضوعات الخادعة اللي ممكن نفتكر انه موضوع عادي ممكن نتكلم فيه او ممكن يجيب حاجات فنحاول نتجنب موضوع السن ده بشكل عادي تاني موضوع نحاول ان احنا نتجنب ان احنا نسأل عنه او نتكلم عليه هو الوزن فيه حاجة فيه موقف حصل لي من سنوات كتير قوي وقابلت مديرة كنت بشتغل معاها في مكان ما بعد فترة وكانت خسة جدا جدا فانا طبعا افتكرت ان دي نوع من المجاملة واو انت خسيتي خالص انت عملتي ايه عشان تخسي ده كله انا في تصوري ان انا بجاملها لكن اكتشفت ان هي كانت مريضة ربنا يرحمها هي توفت انها كانت مريضة وان الخساسان ده جاي من مرضها فسواء الوزن بالزيادة او بالقليل نحاول نتجنبه ونحاول ان احنا نتكلم عنه كمان زي ما بقول لكم الموضوع ده ويعتمد على درجة القرب من هذا الشخص والقرابة اكتشفت ان هي مش شرط قرابة فعالية ان احنا قرايب بنت خلتي بنت عمتي فاسمح لنفسي ان انا اتكلم معاها في موضوع انت بقانيتي صفية ان لما بنقول لحد الله انت خسيت لسه من كم اسبوع اسبوعين ثلاثة لما كنت في المسجد وبرضو صديقة شافيتني بعد فترة طويلة اوه ضعفانا يا حنان خسيت يا حنان انا كنت وازدى نفسي في اليوم دو وما شفتش ان على الميزان ان انا خسيت يمكن ربما اكون خسيت مقارنة باللي هي شافتني فيه لكن من جوايا لقيتني بقول لا لا ولا خسيت ولا حاجة انا ما خسيتش انا لسه وازدى نفسي وبتكلم فيه ناس ممكن ما تتكلمش دلوقتي لما حد يقول لي اوه انت خسيت يقول كويس كويس يلا اديني مستمر برضو بالنسبة للرجالة موضوع الوزن اي حاجة تحسس الشخص ان هو ان فيه عيب ان فيه مشكلة موضوع الوزن نخلينا حارصين ان احنا ما نتكلمش فيه ولا نشير ليه سواء ان اللي قدامنا خس لانه ممكن يكون عيان ممكن يكون عنده حالة نفسية ما بيكلش كويس او ان اللي قدامنا زاد لانه ممكن يكون ده بيسبب له قلم وبيسبب له احساس وانا نفسي وقعت في هذا الخطأ وقلتلكم على امثلة من الموضوعات اللي مش من الاتيكيت ولا مش من السلوك الحسن ان احنا نتكلم فيها بس محتاجين حد يعلمنا ان ده مش مزبوط السؤال التالت او الموضوع التالت بلاحظه انه متكرر قوي 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 في مجتمعاتنا العربية ان اول ما اتنين يتجوزوا يلا بقى مش هنفرح بالبيبي مفيش حاجة جاية في السكة انت حامل ممكن مثلا تكون بعد ما تجوزت تخنت شوية انت حامل احنا ملنا وده للأسف سؤال بيقوله كتير قوي الستات الكبار الستات الكبار مش شرط عشان هما كبار في السن معناه ان هما بيعرفوا في الاتيكيت او بيعرفوا في السلوكيات الاجتماعية الحميدة اللي مفروض نعملها للأسف في منهم ناس كتير قوي بيدوا نفسهم الحق ان هما يتدخلوا في امور لا تعنيهم حتى لو الشخص اللي بيدخلوا في حياته ده ابنهم او بنتهم هذه الزوجة لو هي حامل هتقول لو هي عايزة تقول هتقول الانية اللي بقى ان احنا لما نشوف اي حد تخن شوية اي واحدة تخنت شوية وطلع لها بطن شوية نفتكر ان هي حامل ونقول لها الكلام ده وتبقى هي مش عايزة لا تبقى حامل ولا حاجة وان هي كل الحكاية انها تخنت او مثلا نسأل راجل السؤال على فكرة للراجل والست او نسأل راجل ها مرتك مش حامل عيب عيب ما يصحش لان ده امتداد لامور شخصية افرد هما الاتنين مقررين ان هما ما يجيبوش اولاد في السنة ده افرد ان هما لسه منتظرين افرد ان عندهم مشكلة ما ليه هيعودوا بقى يقولوا ويحكوا ونلتزم الصمد وما نتكلم هي بقى باين عليها الحامل قوي ممكن نسألها عامل ايه في الحمل لو هي already باين عليها واحنا متأكدين 100% ان هي حامل او ان مراد هذا الشخص حامل فيا ريت الكبار لما يبقى فيه شباب صغيرين لسه متجوزين والكلام ده ما لايش نقوله دخلني في سؤال تاني يلا بقى احنا مش هنفرح بيكي يلا بقى احنا مش هنفرح بيك احيانا وانا نفسي بقع في الغلط ده بنبقى توقعين ان احنا نسمع اخبار حلوة عن الشخص اللي احنا بنحبه ومن منطلق الحب بنسأل هذه الاسئلة فيه ناس معينة العلاقة بيننا ممكن تسمح ان انا اسأل السؤال ده زي مثلا شابة لطيفة صغيرة انا حدثت مثلا ان هي دخل قوي في الكارير بتاعها يعني حسيت ان هي ممكن تكون بركزة على الكارير اكتر من الحياة الشخصية ودافع الحب ولان درجة القر بالنفسي بيني وبينها قوية شوية سمحت لنفسي ان انا اقول لها هل انت لسه ما تخطبتيش او ما تجاوزتيش عشان ما فيش حد معين فيش حد كويس جيه في حياتك ما فيش حد لفت نظرك ما فيش علاقة لطيفة بينك وبين حد ولا علشان انت مركزة على الكارير فشطبة ده ومركزة على ده ففيه حوار ابتدا لكن تاني بقول لكم ان ده لازم يبقى مستدبع ان يبقى فيه درجة من القرب النفسي معينة بيننا وبين هذا الانسان يستي على الراجل وعلى الست على الولد وعلى البنت برضو الشاب مش كل شاب لسه ما تجوزش معناه انه ممتنع عن الجواز او هنفرح بيك امتى وبتبقى احيانا كمان لما بيبقى فيه تجمع بقى وتلاقي بقى ايه طنت فلانة طنت فلانة وانكل فلان الكلام ده كله ويبتدي الحوار ينصب على هذا الشاب المسكين اللي فجأة لقى كل الادواء مسلطة عليه وطبعا ممكن تكون لها اسباب شخصية بينه وبين نفسه عايز يقولها او مش عايز يقولها ممكن يكون ممكن عنده الاستطاع انه يناقشها مع ناس معينة لكن مش عايز يناقشها مع ناس تاني فنكون حارسين لا نسأل انت حامل هي مراتك حامل او احنا هنفرح بيك امتى احنا هنفرح بيك امتى امور الجواز والعلاقات والحمل والحاجات دي من الحاجات الشائكة اللي لازم نفكر الف مرة قبل ما نفتح الحوار فيها نيجي بقى للموضوع التاني الشائك اللي ما ينفعش نسأل فيه بدون ما نكون مستعدين للعواقب اللي هتيجي معاه وهو الكلام في السياسة وحتى في الغرب عارفين لما فاول شغل اشتغلته في الغرب كان فيه اوريانتيشن طبعا تدريب مبدئي للموظفين بيعرفونا قالوا لنا من حق الزمايه اللي يسألوا بعض في ايه او ما يسألوش بعض عن ايه كان من ضمنها اراءك السياسية لان مفروض احنا في بيئة العمل او في محيط الاسرة او في محيط المقابلات الاجتماعية اللطيفة ان احنا ما ما ندورش على الاختلافات الشخصية خصوصا اللي هي في موضوعات قوية فيه ناس ما بترددش ان انا افتح المواضيع دي معاها لان انا عارفة توجهاتي عارفة توجهاتهم لكن فيه ناس بقفل المواضيع دي لاني مش عايزة افقدهم فلو سألنا سؤال في السياسة او فتحنا موضوع للنقاش في السياسة واحنا مش على استعدادة ان احنا نخسر هذا الشخص بلاش نتجنب الكلام فيه انا عارفة رأي انت عارف رأيك عمرنا ما حنتلاقى انا مش هغير رأي انت مش هتغير رأيك لكن اللي بيننا اقوى واكبر من المواضيع الشائكة دي فنحاول ما نتكلمش فيها وللأسف طبعا في دولنا العربية عشان احنا منطقة ساخنة جدا جدا مليئة بالاحداث والمؤامرات والبلاوي السودة بيحصل فيه كلاشات كتيرة قوي ما بين الناس اللي بيشتغلوا مع بعض ما بين الناس الجران ما بين افراد الاسرة الوحدة فطبعا يعني ده شيء مش لطيف خالص نحاول ان احنا نتجنب الكلام في السياسة خصوصا خصوصا لما نبقى في تجمع جديد مش عارفين الناس دي دايما كان جوزي يقول لي لا تبتدق الكلام في مجلس لم تسبر اغوار عقول روادة طبعا هو بيت شعر بس انا مش حابسة كويسة المفاده ان احنا ما نتكلمش ما نبتديش نتكلم في مجلس في تجمع في ناس احنا ما عارفناش هما بيفكروا زي لان انا ممكن اقول والله انا بقيد اليمين وشخص القدامي بيقيد الشمال ومتعصب جدا جدا لرأيه وانا كمان متعصبها لرأيه فنبتدي نتخانق مع بعض وانا عايزة ادلل على رأيي واكد عليه وهو عايز يدلل على رأيه واكد عليه وما بنوصلش لنقطة وسط ابدا في الحوار والحوار بيتكهر ومش بس كده احنا كمان مش بنخسر هذا الشخص احنا بنخسر اي حد قاعد بيقيده ليه لان صديق عدوي عدوي طبعا ما وصلتش لدرجة العداوة لكن انا اقصد ان ان الاتنين دول على نفس الهوى وعلى نفس المزاج وعلى نفس الرأي لما انا ابقى في المواجهة انا مش بواجه هذا الشخص بس انا بقى اواجه هذا الشخص وكل من يؤيده فنحاول نبعد عن السياسة خصوصا لما نكون في مكان لاول مرة او لما نكون مع ناس مش عايزين نخسر علاقتنا معها المواجه هذا الشخص الموضوع التاني بقى اللي برضو شائك وعيب ان احنا نتكلم فيه هي المواضيع المتعلقة بالفلوس انت بتاخد كم؟ انت اشتريتي ديب كم؟ انت دفعت كم؟ احنا دخلنا مختلفة انا الدخل بتاعي مختلف عن دخل جارتي مع اننا سكنين في نفس العمل انا دخلي الاخ دخله مختلف عن دخل اخوه مع ان هم من اسرة واحدة وقيسوا على ده كل حاجة ومش بس كده اللي انا قادر ادفعه في حاجة او اللي انا عندي استطاعة او رغبة او اريحية ان انا ادفعه في حاجة ممكن غيري ميدفعوش في حاجة فلما نسأل حد عن مرتبه ده مسألة خاصة جدا 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 ماينفعش وعيبه ومايصاحش حاجة تانية سيه مثلا الله انتو شفتوا الجاكت اللي انا لبساها حلوة قوي 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 الجاكت اللي انا لبساها ده ممكن هقول بكذا سيه مثلا هقول بخمسمائة جنيه في ناس ايه؟ خمسمائة جنيه بحلهم في حط الجاكت مش عارف ايه؟ يبقى كتير قوي قوي بالنسبة لناس في ناس آه لا معقول تمنوا مناسب لشكله لمنظره في ناس ايه ده ده قليل خالص انا ما بجيبش جواكت اقل من الف جنيه مساعدة فيه تباين واختلاف وكمان ممكن يبقى فيه احقاد الخمسمائة جنيه اللي انا قادر ادفعهم في جاكت غيري بياخدهم مرتب في شهر كامل وغيري بيصرفهم على شوية شاربات فاختلاف الارزاء واختلاف الدخول بنا ممكن يفتح المجال والباب للانتقادات للأحقاد فنبعد عن الموضوع ده طيب نعمل ايه افرد شخص فعلا عنده حاجة او لابس حاجة او كلام ده واحنا فعلا نفسنا ان احنا نشتري هذا الجاكت اللي انا قلت عليه مثال مجرد احنا نعرف هو شريم نين هنقدر نجوجل سي مثلا جايباه من محل اتش اند ام هدخل على السايت بتاعت اتش اند ام وادور على الجاكت اللي عجبني واشوف اشوف سعره واشوف سعره نازل عليه اوكازيون ولا مش نازل عليه اوكازيون وخلاص مش محتاجة اسأل الشخص اللي قدامي هو جاب هذا الشيء بكام او دفع كامل يخليني في نفس الموضوع ان احيانا بنتبرع ان احنا نقول حاجة معينة وده مثلا موقف حصل لي كنا رايحين نزور ناس فطبعا عايزين نجيب تورتة واحنا ماشيين في الوقت اللي الناس بتتكلم فيه على اسعار التورت الرهيبة والكلام ده فانا حتى في دماغي ان واحنا ماشيين رايحين نزورهم هنعدي على محل حلويات نجيب تورتاية ونروح نزورهم المحل ده محل حلو وكبير وحلواني حلو ومشهور دخلت المحل لقيت ان فيه تورت وتورت كبيرة وجميلة وانا فاكرة بالزبط ان التورتة اللي انا اخترتها كانت بـ 230 جنيه في الوقت اللي الناس بيتكلموا فيه عن ارقام غريبة للتورت ممكن تصل لـ 500 و600 جنيه في التورتة فلما روحنا واحنا قاعدين وبيقطعوا التورتة فانا طلع مني تعليق ان انا ما كنتش متخيلة لان المحل ده ما كنتش دخلته من زمان ان ممكن لما دوقتها بقى قلقيت طعمها حلو ان ممكن الاقي تورتة بالسعر ده وقلت تمنها بالسعر ده وتعمها حلو كده وحسيت بتغير في وش الناس اللي انا راح ازورهم طبعا كان تصرف غير لائق خالص كلام غير لائق خالص ما يصحش انه يتقال ما يصحش ان احنا نقع في الغلطة دية ونقول الحاجة دي بكذا الحاجة دي انا جبتها بكذا الحاجة دي تمنها رخيص تمنها غالي لنفس الاسباب اللي انا وضحتها قبل كده فما ينفعش نسأل عن حاجة متعلقة بالتمن او بالسعر او بالمرتب وما ينفعش ان احنا نتبرع ونتكلم على ده النقطة التالتة بقى احنا لسه في نفس هذا الموضوع ان احنا نتبرع ونتكلم عن حد تالت مش موجود فيما يخص الفلوس ان مثلا ييجي حد يسألني هو فلان الفلاني ده غني هو ممكن يكون مليونير هو عنده كذا هي العربية اللي ركبها دي بكام هو بيقبط كام دي حاجة مش لطيفة خالص ولو حصل ان انا اعرف المعلومات اللي هما بيسألوا عليها مش من حقي ان انا اتكلم واقول عن معلومات مالية خاصة بهذا الشخص فالاحسن احنا نتجنب هذا الموضوع الشائك عشان نخلي حوارنا راقي وجميل وما يفتحش الباب لحاجات تانية مش كويسة الموضوع التاني او التعليق التاني اللي برضو بيبقى برضو مش لطيف ان احنا نشوف سيه مثلا جاكت الجلد ده هو ده جلده حقيقي او مثلا واحدة لابسة خاتم سوليتير فوق الدبلة بتاعتها هو ده سوليتير الماز حقيقي هو ده الماز او مثلا خاتم كبير هو ده دهب حقيقي او مثلا ماركت اميس واحد لابس ماركت اميس كبير ارماني مثلا هو ده ارماني حقيقي العالم دلوقتي مليان فيك وحقيقي شونة تقليد جزم تقليد منتجات تقليد دهب تقليد حاجات كده تقليد الخاتم اللي انا لابسا ده انا النهار ده لبسته مخصوص عشان لما يجي اتكلم عن النقطة دي ناس كتير قوي 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 لما لبسته في مصر سألوني ايه ده هو ده ده بحقيقي لانه كبير فطبعا تقيل لا ده مش ده بحقيقي ولا حاجة يعني لا ده فالسو فالسو بس شكله حلو عجبني وفترته عجبتني وانا في الغرب لبسته كتير برضو لانه كل الناس علقت الله ده حلو قوي ده شكله جميل وردة وفراشة و لا مش فراشة وطائر علقوا على جماله لكن في ناس تانية علقت على هو حقيقي ولا لأ عشان تبتدي تحسب كده من جوة في مخها ده وزنه كذا والدهب الجرامب كذا كتير جدا لما ألبس جواكت جلد ما بتبقاش جلد طبيعي مش لازم انا ما أقدرش ان انا ألبس طبيعي في ناس مثلا فيه واحدة لقيتها معاها شنطة حلوة جدا في فقلت لها الله الشنطة دي حلوة قوي دي هي اللي تبرعت وقالتلي على فكرة دي مستعملة وفي محل كذا 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 بيبيع المركات الغالية قوي قوي دي مستعملة بس استعمال نظيف نص التمن هي اللي تبرعت ان هي احنا ممكن نقول ان الحاجة دي حلوة الحاجة دي زقها حلوة لكن ما نسألش بكام ولا نسأل دي حقيقي ولا لأ وحتى لو لقينا حد لابس حاجة مش حقيقية سي مثلا زي المثال بتاع القميس الأرماني هذا الشخص راح ودور وجاب حاجة تقليد شكلها شيك وحلو ونظيفة وشكلها حلوة عليه هو ده المهم حقيقية مش حقيقية تقليد ولا مش تقليد ما يخص ناش علشان برضو ما نفتحش الباب لإحراج اللي قدامنا او ان احنا كمان نسمع حاجة تدايقنا ان سهل جدا الشخص اللي يقول انا دلوقتي مثلا لما بحد بيسألني سؤال انا متدايق ان انا اجاوب عليه بقول بتسأل السؤال ده لين على طول بحس ان هو احرج لا ما انت مش هتحرجني وانا هفضل سكت اش هينفع اول اوحش بقى ان الشخص ياخد مننا موقف نفسي في الخفاء ودي مرت في حياتي ومواقف الاقيها الاقي ناس خدت مني موقف نفسي في الخفاء عشان موضوع انا فتحته او حاجة اتكلمت فيها وما كانش صح ان انا اتكلم فيها اخر بقى موضوع شائك ما نتكلمش فيه هو موضوع اللبس برضو مظهرنا جزء جبير جدا جدا من حياتنا الناس بتشوفنا لابسين ايه بنعمل ايه بنسوي ايه وكل واحد له معايير وله مقاييس لما يصح وما لا يصح انا ما غيرتش اسلوب لبسي على مدار السنين احيانا ابقى لابس حاجات واسعة قوي احيانا ما بتبقاش واسعة قوي احيانا احط ميكب تقيل احيانا ما بقاش حتى ميكب خالص انا هو انا في جميع هذه الظروف ولان انا بخرج وبتقابل وبتعرض لمواقف مختلفة فليبسي بيتماشى مع هذا ممكن ناس مثلا شاب مثلا احنا شفناه دايما لابس تي شيرت وبانطلون جينز كالحان او مقطع او كذا او مصرح شعره بطريقة كذا وشفناه مثلا لابس شيك وحلو الكلام ده ممكن نعلق على اللبس لو بشكل بوزيتف بشكل ايجابي الله شيك قوي اللي انت لابسه او الله شكلك حلو لقينا نفسنا هنعلق تعليق سلبي على الشخص لابسه نفكر مليون ايه مرة كنت لابسة بادي فوشيا وجاكت ابيض واسود وقابلت انسانة ما قابلتهاش بقالي كتير قوي اول ما شافتني ايه ده وده فعلا موقف حصل مش عيالي اللي انت لابسه ده ده العيالي فين انا لابسة جاكت لا الفوشيا اللي انت لابسه ده كان احسن لو لبستي بادي اسود ده رأيها هي شايفة ده لكن ما يصحش ممكن شخص اخر رجل مثلا بيحب اللبس الكاجول عادي هو كبير في السنة عنده خنسين سنة وممكن يكون ستين سنة وبيحب اللبس الكاجول بيحب يلبس جينز بيحب يلبس تي شيرتز بيحب يلبس جواكت جينز ولايق عليه او حتى مش لايق عليه المثل اللي بيقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس انا دايما اشجعكم على ان احنا نلبس بمظهر حلو نلبس ما يتلاءم معانا ونحاول ان احنا نلبس وفقا للظروف اللي احنا فيها وفقا لما هو متعارف عليه فمدام احنا ما شطحناش قوي باللبس اللي احنا لابسينه لازم نحطه في اعتبارنا ان احنا مش هنرضي كل حد لما نكون بنقابل شخص معين او اشخاص معينة لأول مرة او درجة القرب مننا صحيح ما تدينيش الحق ان انا انتقد لبس هذا الشخص مفروض ان انا ما انتقدش وما تكلمش احيانا لبسنا لو مجاش على هوا شخص تاني ممكن تكون امكانياتنا ضعيفة سي مثلا واحدة او واحد لابس موضة قديمة ودي يمكن برضو موقف حصل لي ان انا كنت في تجمع انا سوي ولبسة نقشة من نقشات البلوزات اللي بينزلها اتش اند ام والنقشة دي نزلت من كذا السنة وانا فعلا جبت البلوزة دي من كذا السنة لكن البلوزة حلوة وشيء ولسه جديدة ولسه بالبسها اللي بستبعد ثلاث اربع سنين وصديقة من اللي في التجمع قالت لي يا انتي لسه بتلبسي البلوزة دي 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 مضتها كانت من ثلاث اربع سنين طيب مش يمكن انا ما عنديش فلوس ان انا اغيرها مش يمكن هي عجباني مش يمكن ما بازدشي مش يمكن انا ما بغيرش هدومي كل شهر او كل موسم وده فكرني بموقف موقف حصل وانا لسه في سنوين وكنا بناخد درس وكان بياخد معانا درس جار من جرانا وكانت ظروفهم صعبة شوية فهذا الشاب جاي ولابس جاكت باين عليه جدا 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 انه من جواكت السبعينات واعرف انه هو من السبعينات طبعا ده اللي اكده المدرس لان الياءة كبيرة قوي كنت بشوفها في صور بابا في الفترة ومعروف عنه ان هي دي ياءة السبعينات لو تفتكروا فيلم شهير وبهير وسامير هتلاقوا غيروا الجواكت الغريبة بتاعتهم دي بالشكل ده والولد ده جنزب إيه لنا في سنوين بيجي جه كزا مرة درس وهو لابس الجاكت ده والمدرس قال له ايه يا ابني اللي انت لابسه ده ايه الموضة اللي انت لابسها دي انت جايبه من ايه انت جايبه من سوق الكنتو انا ساعته ما كنتش عارف يعني ايه سوق الكنتو فالولد حط ويشوف الارد كده وسقه يعني وزعل والاسوأ انه هو تحول لاضحوكة القعدة واحنا بقى الزمايل بنات وولاد ابتدينا نتنظر عليه رحت سألت ماما طبعا يعني ايه سوق الكنتو فقالتلي يعني سوق الحاجات المستعملة ايه روبا بيك يا الحاجات المستعملة اه وهذا الشاب احرق جدا 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 اه ليه ليه نقذي الناس ليه نقذي مشاعرهم فنحاول نتجنب ان ده مش لايق عليك ده مدة السنة اللي فاتت ده بطل خالص ده كذا ده كذا اخر نقطة بقى هتكلم فيها اه هو سيل الاسئلة اللي بيتحول كأن احنا مع ضابط مباحث قاعد عما يسألنا اسئلة السؤال استراتيجية حلوة جدا ومدخل حلوة جدا ان احنا نفتح حوار مع الشخص اللي قدامنا لكن لو لقينا ان احنا قاعدين عمالين نسأل 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 ده بكام وجبته منين ومش عارف ايه وده مش عارف ايه وانتو سافرت وروحتوا فين وقعدتوا ايه والاوتيل ده كان 5 ستارز ولا 3 ستارز ودفعتوا كام وعملتوا ايه هذا الفضول الشديد له من الادب وله من الاخلاق وله من الاتيكات للأسف للأسف ممكن نقع في هذا الفخ ونلاقي نفسنا قاعدين عمالين نسأل اللي قدامنا اسئلة كتير 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 ونتحول للمحاقق كولومبو فعيب ما يصحش النهاردة كان درس تاني من دروس فن الاتيكات لحياتنا المعصرة اتكلمنا عن دور السؤال في اقامة حوار لطيف بيننا وبين الاشخاص ايه الحاجات اللي يستحسن ان احنا ما نسألش فيها ارجو اذا كان عندكم موضوعات اخرى محرجة ما يصحش ان احنا نتكلم عنها لما نيجي نعمل حوار بيننا وبين حد خصوصا لو الحد ده غريب او مش قريب مننا قوي ياريت تكتبوها تحت في التعليقات لو عندكم صديق او صديقة ممكن يستفيدوا من الفيديو ياريت تعملوا شير للفيديو معاه وخلونا ننشر سوا السلوكيات الحميدة ونتعلم سوا فن الاتيكات لحياتنا المعصرة اشتركوا في القناة